كورونا رجعت ولا تشرب واحد القوة متصوروش راح اي واحد غد يكون جاتوا واحد نزل قاصحة لذلك ردوا بالوليدتكم وردوا بالرأسكم وقوة ومناعتكم بهذا الوصفة اللي نعطيكم اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وخوتتي قبل ما نبدأ معكم الوصفة كنتمنى منكم انكم تبرتجيها على اوسع نطاق في سبيل الله فقط لماذا؟ لانه كورونا رجعت بواحد القوة غريبة لانه راكت جينا وره جاتني انا وجات البزاف دي الناس نزلة صعيبة وقاصحة بزاف لذلك اخوتي ببرتجي ولايكات لهاد الفيديو بايش يوصل عند الناس اللي كيهم هاد الامر هذا واللي محتاجينه وبرخص الناس القبار والناس الصغار اللي كيتدروا بزاف كيف ماشتوا في الصورة خضيت بصلة واحدة ويعني وحيت لها القلب ديالها ولكن هادك القلب ما غادش نرميوه غادي نشارك معكم وصفة اخرى غادي تحتاجوها غادي تلقوها في اخر الفيديو بقاو مع الوصفة لانها تكملة غادي تنفعكم وتنفعوا يداتكم كيف ماشتوا هنا يا البنات وكذلك الناس اللي كيتفرجوا فيها غادي ناخدو جوج حبات ديال التوم وغادي نقطعوهم الى قطع صغيرة راها وصفة البنات انتيبيوتيك طبيعي ما نحتاجوش اننا ناخدو لزانتيبيوتيك ديال الزنقة لانهم ديال اللفاق باسي او من الشارع لانهم ما تتبقاش المناعدنا قوية كيف ماشتوا هنا يا وضعت التوم قطعتو الى قطع صغيرة باش الوصفة تعطينا المفعول ديالها وتعطينا هداك المركز اللي احنا بغينا سافي كتمشيوا على هاد المرحلة هادي كيف مما كتشوفوا في الصورة انا مشيت معاكم مرحلة بمرحلة تدريجيا باش تنجح معاكم الوصفة سافي هنا يا في هاد الاتناء هادي غادي نجيب هنا وريتكم العسل الحر طبيعي ماشي العسل اللي كنصوبوه بالديناء او عسل مغشوش ضروري كن عسل طبيعي ضفت واحد الملعقة كبيرة ونصف حتى الملعقتين ضفتهم على التوم اللي قطعناه تمامايا هتقولي سانا علش دايرة هداك الكاس تحت البصل انا غادي نوريكم وغادي تشوفوا كل شي بعينيكم مرحلة بمرحلة فهد الاتناء هادي ضفت ملعقة ديال زيت الزيتون اللي تكون طبيعية وردوا لانه هاد الوصفة هادي غادي نعطيوها حتى الولدتنا وولدتنا راكم عارفين هم صغار خاص كل شي يكون طبيعي وكل شي يكون مزيان سافي هنا كيفما تشوفو كنخلط يعني او كنمزج العناصر مع بعضها وغادي نخليها هنايا على جنب وغادي نوضع لها الغطاء ديالها اللي حيت لها يعني قبل وحطيتها يعني وضعتها على كأس وغادي نخليها حتى الصبح وغادي نعمل واحد تقب صغير وغادي نخليها حتى الصبح ثاني وغادي تشوفو هنايا هادا هو اللب اللي بغينا واللي حنا محتاجين اللي هو انتبيوتيك طبيعي هادا هو اللي غادي نخدوه وغادي نتسنى واحدة بداية تقطر حتى ما تبقى حتى شي حاجة ووسط هاد البصالة ولكن هاد البصالة هادي رماشي غا نرميوها را غادي نعاودو نستعملوها غير بقوا معايا غا نشرح لكم كل شي صافي فهاد الاتناء هادي غادي نخلي هاد هاد يعني هاد اللب هادا يتقطر ليه في الكاس وغا غا ياخدو وقت ولكن ماشي مشكل لانه هو اللي غا يقولينا المانا عادينا وغادي يحارب لينا هاد الفيروس اللي عاود تاني ارجع بواحد القوة رهيبة وكل شي الناس كتشكى منو صافي فهاد الاتناء هادي هانتوما البنات را غا تشوفوا كمية قليلة ولكن راه جغم وحدة فقط راه انا غادي نتشوفوا قدام كل شي قدامكم يعني شربته خلالي وحد الحرورة يا البنات فحلقي ما نقولش لكم لاني حتى انا البنات دزت من هاد المرحلة هادي ليه مرحلة صعيبة بزاف بزاف وعانيت منها وحد ثلث ايام وانا في الفراش ما نقولش لكم عانيت بوحد المعاناة صعيبة صعيبة بزاف هنا البنات كنوريكم انو يعني وحد الكمية قليلة اللي خرجات ماشي بزاف ولكن راه جغم وحدة البنات اعطتني وحد الحرورة في حلقي ولكن ماشي مشكل على قبل نقول المناعة دينا ونعالجو الصدر دينا والزوكام والكحاء يعني والسعال راه نشربوه ما عارت شنو شربوه البنات كتحسوا بوحد الراحة زوكام حتى هوايا يعني الانف اللي تيكون فيه سيلان ما كيبقاش الحلق اللي تيكون مسدود له او مجروح له ما كيبقاش كذلك الناس اللي كتسعول يعني كتكح ما كتبقاش الحمد لله وكذلك الناس اللي كتعاني من الصدر يعني كيكون عندها مخنوق ما كتبقاش نهائيا كيف ما هنا كنوريكم انه هادي غادي نستعملها اربع مرات عادي ك الساعة غادي نرميها يعني دائما فوق ما نحط الوصفة نغطيها هنا البنات كيف ماشتو هادا اللوب ديال البصل مرمي وهشو ما غضي معنا اتشي حاجة هنا هادي البنات واحد الخلطة راني كنت شاركتها معاكم هادي تلقاوها في القناة غزالة البنات حتى هي لتقوية المناعة اعطيوها لوليدتكم كولوها حتى انتو ما تنضوا الصباح و كولوها انا هنا درت هاد الاضافة هادي مع اه البصل يعني هاد الوصفة هادي البنات غادي تلقاوها في في القناة و غنحطها لكم في صندوق سافي هنا كنا منزج العناصر و غادي ناكلها نعم غا ناكلها وخا البصل ورائحة البصل علاق بالعلاج و علاق بالتقوية المناعة ناكلوها فوقشة البنات تاكلوها فاش تبغيو تمشي للنوم علاها تشكل تهزوم العاقة ما بغيتوش يعني الرائحة تكون فيكم قوية ما تمضغوش يعني البصل قطعوه صغير الى قطع صغيرة و فاش غادي تخلط مع هاد الخلطة هادي يعني غايتحطوه فالفم ديالكم سرطوه رافد الاثناء هادي ما كيعطش الرائحة الكارهة انتمنى ان اخوتي ان هاد الفيديو هادين الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا باللايكات والبرتاج باش تعم الفائدة الجامع وتهلوا ليفرسكم الى فيديو قادم بإذن الله غا نخليكم مع بعض الصور تاخدوا منها فكرة وتاخدوا منها تجربة باش تنتوا ما تكونوا على علم الى جوكم هاد الاعراض هادي تعرفوا ان نهارها كورونا الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ ولداتنا اجمعين السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 شكرا